على هذه الأرض افترش العشرات من مرضى الغسيل الكلوي هذا المكان بعد أن تدهورت حالاتهم وزادت معاناتهم جراء تفاقم الأوضاع الصحية وتدهور الخدمات في مستشفى الثورة التي تتزايد يوما بعد آخر مما قد ينذر بإغلاقه قريبا الميزانية متوقفة عن المستشفى منذ ما يقارب الأربعة أو الخمسة أشهر الأقسام أصبحت قريبة الإغلاق للعجز المالي الوضع كارثي في مستشفى الثورة العام ممثلا كما هو المثال في قسم غسيل الكلاء الذي أصبح قيد الإغلاق حاليا بسبب عجز قدرة الكادر على القدوم إلى المستشفى حتى لا يمتلكون رسوم مواصلات من بيوتهم إلى المستشفى نحن هنا علشان ما فيش معانا غسيل ما فيش معانا مواد ما فيش معانا كادر تمريضي لأنه ما فيش معهم رواتب يمكن يعني لو قلسنا عني لو تأخرت عن غسلة واحدة يمكن ندخل في غيبوبا وخلال 24 ساعات دخل في غيبوبا وبعدا الله معين أموت 300 مريض تلك هي الحالات التي يستقبلها قسم الغسيل الكلوي في هذا المستشفى حيث يشكو هو الآخر من نفاذ المواد اللازمة خصوصا بعد أن علقت بعضها في ميناء محافظة الحديدة التي تسيطر عليه الميليشيات الإنقلابية طبعا نحن الآن نعاني من نفاذ مواد غسيل الكلاء ونفاذ العلاقات ومستلزمات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي وعدم توفير مستحقة الكادر لأكثر من ثلاثة أشهر لعدم توفر اعتماد في الهيئة ولعدم وجود أي جهة داعمة لهذه الشريحة من المرضى توجد لدينا أدوية وصلات من ألمانيا من حساب الهيئة في الحديدة والآن نحن بحاجة إلى ضمان نقل المواد من الميناء إلى مركز الكيال الصناعية في المستشفى ومع الأسف كل المنظمات تخلت عن هذه الشريحة تجهل الجهات الرسمية لوضع هذه المنشأة الطبية ساهم في تفاقم الأوضاع وبالإضافة إلى حالة المرضى وتدهور الوضع الصحي أيضا توقف مستحقات الكادر الطبي وهو ما ضاعف من ترد الخدمات في المستشفى حمزة أمين قناة بلقيس تعز اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر